أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية إيقاف جميع المطالبات المقدمة بزيادة أسعار السلع في الوقت الحالي ويأتي قرار الاتحاد بهدف إجراء دراسة متكاملة لتباين مدى استحقاق ذلك من عدمه في ظل الخفاض أسعار النفط أوقف اتحاد الجمعيات التعاونية جميع المطالبات المقدمة بزيادة أسعار السلع في الوقت الراهن لحين عمل دراسة متكاملة لتباين مدى استحقاق ذلك من عدمه فيما أعلن الاتحاد عن توجه لوضع آلية لخفض أسعار السلع التي تمت زيادة أسعارها سابقا بحجة ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك عليها في ظل التوجه إلى رفع تعرفة الماء والكهرباء ورفع الدعم عن بعض السلع والمشتقات مما سيترك تأثيره على المستهلك الكويتي رئيس الاتحاد سعد الشبو كشف عن جملة من المشاريع التي سيتم إنجازها في الفترة الراهنة أبرزها مخزن اتحاد الجمعيات التي بلغت تكلفتها نحو مليوني دينار كويتي في خطوة لتطوير نشاط الاتحاد وتخفيف الأعباء المالية عنه وأفاد الشبو أن اتحاد الجمعيات سدد نحو مليون دينار من مديونية وزارة المالية البالغة مليونين ونصف دينار مشيرا إلى السعي نحو توفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الأخرى المماثلة لها في الشكل والجودة ودعى رئيس الاتحاد الشركات صاحبة المنتجات الوطنية إلى تسويق منتجاتها عبر الاتحاد تحت شعر التعاون بهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين والحد من موجة الغلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر